شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدولي برئاسة اللواعي دروس الزبيدي رئيس المجلسة على سرعة وقف التدهور بقطاع الكهرباء وقفت الهياء ماما تطورات في الساحة المحلية والغليان الشعبي المتصاعد جرى تدهور الأوضاع الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء مجددة تأكيدها على موقفها الثابت لجانب أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم المشروعة والتعبير عن غضبهم ورفضهم للوضع القائم بالطرق السلمية طالب في السياق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه المواطنين وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لهذه المعضلات المستفحلة